وأكد الرئيس السيسي أن المعاناة اليومية التي تعيشها شعوب منطقة الشرق الأوسط تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والدمار والشروع في البناء والتنمية وأضف الرئيس السيسي أن مصر حريصة وقديم كل سبل الدعم لأشقائها لوقف العنف وتخفيف حدة التحديات التدعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لا تتبع عليه ولعل ما تشهد منطقة الشرق الأوسط من حروب وصراعات خاصة الحرب الدائرة في قطاع غزة ولبنان خير مثال على الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدول جراء إعلاء صوت الحرب والصراع على حساب السلام والاستقرار إن المعاناة اليومية التي تعيشها شعوب تلك الدول تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والدمار والشروع في البناء والتنمية وتحرص مصر دائما على تقديم كل سبل الدعم لأشقائها لوقف العنف وتخفيف حدة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه ترجمة نانسي قنقر